ما ترونه على الشاشة هو زخات شهب دخلت الغلافة الجوية للأرض والشهب خطوط ضوئية أو مسار مرئي للنيازك والنيازك هي أجسام صلبة مختلفة الحجم تسبح في الفضاء وتسحبها جاذبية الأرض عندما تمر قربها كلام كبير أغلب النيازك تحترق في الغلاف الجوي وقلة منها يصل للأرض كهذا الحجر وهو جزء من النيازك الذي وصل وتحطم في منطقة الرشيدية شرقية المغربية فأصبح قطعة ذات قيمة علمية للعلماء وقيمة اقتصادية لسكان المحليين ذلك نيازك فقط قبل أيام في تلك المنطقة وهي الرشيدية كما قلت لكم فتوجه الناس بسياراتهم بشبابهم وشيبهم من المناطق المجاورة للبحث عن شظايا هذا النيازك في هذه المنطقة الحجرية الشاسعة بين الرشيدية وكولميمة بإمكانكم تفسير ما ترونه بأنه بحث عن نقود أو ثروة سقطت من السماء لماذا؟ لأن سعر الغرام الواحد يباع للتجار بمئة درهم مغربي على الأقل أي نحو 11 دولاراً لكن الأسعار قد تكون أغلى لنستمع إلى الباحثين أحدهم طبعاً أحد الباحثين عن الشظايا أسي دياغ لتأمن اللي اشتنى ديال صبيطة لورى العيون أغلى تأمن مشتحت المليون لقرام وأنا بعتها برصيد سعود وعشرين قرام بعتها مئة وربعين ألف وأنا في اللولين لقيت مئة ومئة ومئة ومعنى سعود وعشرين قرام بعتها بخمسة لفدرهم من لقرام خمسة لفدرهم من لقرام هذا بالنسبة للشكان المحليين أما العلماء فيدرسونها لتشكيل صورة واضحة عن بدء الحياة على الأرض وعن تطور المجموعة الشمسية استمعوا إلى عبد الرحمن أبهي مؤسس المتحف الجامعي للنيازك بأقادير هذا النيازك الذي تلقى في راشدية مهم جداً علمياً علمياً بحاله تلقى في 1976 في ميشيسون في أستراليا فإجدال التحاليل لقنا بأنه غني بمكونات عضوية فهذا الذي يصيد أميني مهمة هي التي تعطينا تركيبة ديال لدين ودلاغين لكي تكون الخلايا والاستروبيولوجيا هي البيولوجيا خارج الأرض فالحاجة الوحيدة التي تخدم عليها هم هذه النيازك في محد المواد مهمة جداً فالنيازك قديمة جداً كتعرفوا بأن الشمس عندها أربعات المليار وستمائة مليون عام هذه الجزاءات التي تلقوا فالنيازك ديال السي أم دو هي عندها العمر ديالها سبعات المليار عام جمع شضايا النيازك أصبحت تعاملاً دائماً بالنسبة للبعض مهنة لكن كيف علق المغاربة على هذه الظاهرة لأي مهدي يقول للأسف دوك الناس كي يجيبوا تصحاري بحثاً عن شضايا كي يساهموا بشكل كبير في العلم بالرغم من جاهلهم إلا أنهم يد عاملة بثمن بخص هذه الصخور كتحطوا في المزادات كل دولة كتسعة لجمعهم أما الياس الحرشوي يقول الياس في تغريدته العلماء المغاربة يبحثون في الأرض تحت الشمس بحثاً عن النيزك في سبيل العلم والأحماض المالية يبدو أنه يسخر منهم في هذه التغريدة أنس الدواري يقول للأسف الشديد شاهدوا الضحك على المساكين والفقراء يضطرون للبيع لأنهم يموتون من جوع من الناس التي تدعي أنها خبيرة تنصب عليهم حسبي الله ونعم الوكيل محمد نور الأحجار الفضائية لها دور مهم في معرفة الحياة خارج الأرض هذه تغريدته وستمكن من معرفة هل هناك حيوانات أو نبتات تضخط النيازك بكثرة في هذه المنطقة الجنوبية الشرقية من المملكة المغربية وهي القريبة من حدود الجزائر خصوصاً إقليم طاطا الذي يعد جنة النيازك أو الذهب الأسوات كما يوصف محلياً في إحدى هذه القرى التي تدعى تيسينت سقط هذا النيازك الكبير سمي باسمها وهو من المريخ يقال إنه الأغلى في العالم واقتناه متحف التاريخ الطبيعي في لندن لهذا السبب فتجارة نيازك نشطة في تلك المنطقة ويعني نشطة جداً في هذه المنطقة سأريكم ويشتريها التجار والسماسرة بأثمان زهيدة من السكان والرحل في الصحراء يبيعونها أيضاً بأسعار غالية لمراكز البحث الدولية والمتاحف أو هوات جمع الأحجار الكريمة شكراً لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكراً للمشاهدة